طيب قول لي إيه اللي عجبهم من اللي انت عملتوا السنة اللي فتت في رمضان وإيه اللي ما عجبهمش؟ معشان ما تكلمش على أعمال ناس أو بتاع لإني مش عملك أنت معه قصدي أنا مشارك في أعمال بصي أقولك حاجة أنا أكتر حاجة نكحتلي ده اللي قدر أقوله مش قدر أتكلمي أكتر حاجة نكحتلي وده يعني أنا بقولها مسج أنا مؤمن بها من زمان يعني بس بأكدها للناس ما تعرفش يعني ربنا سبحانه وتعالى قال فيما معناه ويرزقكم من حيث اللي تعلمون عشان لو فيه غلط في النطق يعني ربنا بيرزقنا من حتة مشاركة إحنا مخططين لها أنا السنة اللي فاتت كنت عامل مسلسلين بطولة وجالي ديف شرف في نيلي وشيريهان رفضت في الأول قلت يعني أنا بعمل بطولة روح ديف شرف فكلمني أستاذي يعني وستاذ أحمد الجندي وقال لي تعالى وقلت له خلاص فروحت الثلاث حلقات بتوعني اللي وشيريهان هم اللي نكحولي جدا أنا بامشي في رمضان الناس بيتعاملني أن أنا بطل في المسلسل أنا رزقي سبحان الله مع دونيا سامير غانم أنا بحب شغلها جدا وإرفتها عليها حلوة عملت معا مشهد في لهفة اللي هو كنت بتاع تسبيت محمد رمضان ده المشهد ما شاء الله عملت معا في نيلي وشيريهان الثلاث حلقات نكحولي أكتر مسلسلات اللي أنا كنت فيها معين كنت رفضهم بس شوف الرزق جمني يعني هم اللي نكحولي جدا لحد اللي أناس بيتقابلني يتكلمني على دولا ما شاء الله يعني بص إحنا طبعا أنا كمان زيك بحب الدنيا والناس كلها عارسين وهي ما شاء الله والشاحل وعلى أي حد بيشتغل معا ما شاء الله بجد ربنا يا يكرمها ويكرمنا السناد إن شاء الله كلنا يا رب في المسال طيب أنا عايزك بقى تكلمني شوية عن دنيا بشخصية عبدالعزيز وعن المسلسل الجديد ودرك فيه بصي وسمعت إن فيه قصة حب في المسلسل يعني هتغلب نور ومهند وكل الحاجات دي هتلغيها بصي شخصية عبدالعزيز أسن جد يعني أغلبها صدفة يعني اللوك بتاعها أصلا كان بناء على أن أنا شعري كبير كنت مش عرف أحلى لأن كنت بصور في حاجات تانية بشعري يعني فقالولي طب تعال نجرب نعمل إيه قلت له طب ما نلغي ما يبقاش قمين شورت يعني يبقى موظف جمارك قالوا لأ لازم يبقى مين شورت فقعدنا نعملوا سيشوار فاطلع اللوك كده فقالولي شانب عطلهم بلاش شانب ما هيحجمني وبكاء فلازقنا الشانب فاطلع الشكل كده وكنت جاكت للأصفر ده كنت جايبهم الهند وكنت بصور في الهند قبلها وروحت للجندي قلت له والنبي نفسي أصور بيه أي حاجة بس ماكسوف ألبسه في الشارع بس هو عجبني أصفر قوي فاع كده وبتاع شاروخان قوي والناس دي فما جايبهم الهند فصورت بيه قال لي حال وخش يصور بيه كله طلع هوا ارتجال زي ما بنقول يعني مفيش يعني سقر وعز المؤلفين مؤلفين كبار طبعا كانوا كببين لي الفريم بتاع الدول فطلعنا الشغلة دي حلوة الشغلة مع دنيا ومع جين دي بكريتف معاك لحظة بلحظة اللي انت حاسه وهو دا اللي بيوصل للناس بتقولي معا فبتقولي طب قولي بقى يا عبدالعزيز الكلام الحلو ده طب تكلمي معايا طب يلا grandpa يا ايه 점جرك عيش وشو يا ايه عزيزو عامل يا أزيزو ي captive ملك كد كده ماليانا علينا في إيه ماليانة إيه بس يا ازيزو ما انت الماليانة ورايح تعمل لي مسلسل ومسافر ورايح وجاي أنا رايح علشان تعملي التضائي gåيئ ايه انا حلوة كده بيشيلوا دايماً عندهم بيشيلوا آخر حرف طبعاً يعني أقول لك فيه فيه قلت في المسلسل بتاعه لما أمي بتقول لي إن دي سكرتيرا بتاع تيدونيا فقلت لها سبحان الله يطلع من الزفار جنبري الجملة دي سمعتها أصلاً في كافيه قبلها مفيش بساعتين كنا عادين لسه وراحين التصوير فلقيتها دي جملة درجة ببورسعيد فهو حلاوة التصوير نحن صورنا ببورسعيد فعلاً يعني مش لوكيشن فحاجات كتيرة خدتها من الناس هناك أصلاً صح أنا بحب الدور ده قوي طب يلا يا حمدي بقى دلوقتي هتطلعنا فاصل بشخصية عبدالعزيز هتطلعكم فاصل أعزاء المشاهدين هنروح فاصل أنا وشوشو ويدعونا نرجع بالسلامة السلام عليكم ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه منورنا ومدحكنا ومفرحنا حمدي المرغاني العسل والسكر انت اللي سكر والله يا حمدي والله العظيم الأعدى معاك يا عزب لا مش قدك أنا بقى واجعني من كترة ضحكة أنا وعمل لها كده مش قدرة لا لا ده أنت لكي وكلة بس حاجة طب حمدي هنلعب دلوقتي مع بعض ماشي دعب يلا اسمها كلمة ونص ماشي أسألك سؤال سيا صعبة بسرعة أنا أحب الرغي أنت عارف لا ما هو دي بقى إيه المخاطرة ماشي إن ترد بسرعة وكلمة ونص لا تفكر ماشي لا تفكر أول حاجة ما هي أكتر حاجة تحبها في الست؟ شعرعة شعرعة؟ طب أكتر حاجة تحبها في جسم الست؟ لا دي اللي تأدب لماذا؟ هو كف الإيد عب رجلها عب رجلها عب يبقى عينيها عينيها؟ طيب وحدّ قال حاجة تانية طب أكتر حاجة تحبها في اسرق؟ كلها يا مالا شمعنا بقى طيب لما بتبص في المرايقة والكلمة بتجي في دماغك استغفى الله العظيم طب قولي إيه أكتر حاجة تحبها في شكلك؟ لا ما بشوفش كده يعني أنا بحب نفسي على بعض كده فكر حاجة واحدة لا بجد مش مش مكسوفة يعني ممكن تبقى خصلة نازلة كده من شعرك بتحبها خصلة من مين؟ من شعرك مستضيفة ما يا دياد بقى خصلة أيوة عادي ممكن تكون بتحب الحتة الأرقوشة اللي في ودنك دي عادي لا ده جوع ده أنت بتقف تقعد تشوفي دي وتتخيلها وهي مقرمشة يا لو محمرة يا لها وي لا لا والله يعني كل تمام كلك بتحب نفسك كل أنا طبعا يعني الحمد لله راضي أصلا يعني كل حاجة في حياتي فالحمد لله يا رب دايما يعني أنا راضي أن أقعد معاك ببرنامج وأنا راضي يا وما ما اعترفتش والله قالوا لي بطلهم يعني ماشي الحمد وفضل ونعمة طب قولي يا حمد لو مضطرة تعمل عملية عشان تغير حاجة في شكلها إيه تبقى الحاجة دي؟ ممكن أغير حواجبي حواجبك سنينش عايزة عملية ده عايزة فاتلة طب أنت عمرك استغليت أن أنت مشهور أنك تعلق واحدة بنت قبل إسراء طبعا من الفانزي يعني لا بطس أنا يعني أنا ببرى التمثيل بجد بها تكسف غجول أو بتاع ما فيش فلا ما عنديش سكة أن أفلاتي يعني مش عندي طب عمر واحدة من الفانزي جاتك هوا تجريت عليك ورح تبيسك من بؤك البنات أصلا فيهم مشكلة دايما بقولها الولاد بيقابلوك ياشتاب يبقوا مبسوطين وأي بنت في الكون أي أن كان الليفل بتاعها بتشوف حد مشهور بتصوت آه يعني دي احنا مش عارف ليه يا مجنة سرعة بتصوت 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 ازاي تاي ازاي اه 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 اش معقولة اه اه طب قولي مين طب قولي مين من أصحابكو أكتر واحد بوشق البنات بقى لا ايه دا مصرح مصر دا برنامج دا اسمه وين اسمه الشيشو الحلوة الشيشو الحلوة اسمه ثلاثة في واحد لا طبقا ام ايه اللي سؤال لا قولي بجد لا لا بس أنا عارفة المعلومة فهقولها زي معلومة إسراو فأنت قول وخلص لا لا مفيش قول مين حتى بالأمارة من على انستجرام يا السلامة كلهم من دون من انستجرام كلهم بيشقاتة اه لا دا دا شقة معروف الشقة اللي فيكو يا حمد لا والله هتقول عليه كداب دا لو أقولك حاجة والله العظيمة احنا برا المصرح ما بنعرف نقابل بعض بشارين كله تسحل في شغل مفيش أغلبنا مرتبطين اللي متجوزوا بس انت عارف مين الشقة الجامد اللي فيكو فأي كلمة هتطلع على أي حد هتعمل له مشكلة لا مش هتعمل له مشكلة لس كلهم مرتبطين يعني قبل ما يرتبط احنا هنقول قبل ما يرتبط لا ما قبل ما يرتبط أكيد مفاهم لو مرتبط بها انه كان متجامع للمصرح ومسرح لا ما كتش يرتبط بها وكتش يعرفها وبعدين احنا كبنات نحب ان الواحد يبقى كده حرش كده وعارف كده لا امان عارف عارف عنده تجارة انتم ما بيعجبكوش العجب لو كده لو كده لو كده قفل لا 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 ما عارفش عدي سؤال ده ونبي شامال هعديولك عشان انت حبيبي اه اه والنبي بستضيفي حد منهم مسألية هيقوله ماشي يا حمد عشان انت بس حبيبي هعديولك وهنطلع فاصل بس في اللي جاي مش هرحمك ماشي هنطلع فاصل ونرجعلكو تاني استنونا ماشي 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 لقد قاعد قدامي العسل إلا أنا لا أدري أن أقاوم جمال شعره وقلبته وجمال شكله وسحنته مش عارفة أقول لك إيه يا حمد وريحة جزمته اللي كل الناس عشقت إنت عمد جي حمد إنت ليه قلبها فوزير قوي الفنانة سامية الإتراجي شعر هذا الشعره يار قوي وشعره زياد حمدي أيوة ماذا لو آه مسئلة الشيطان دي لو هتطلع من جسمك آه وتدخل في جسم ومثلة إغراء من دول تختار مين مروة ولا بوسي سمير ولا سمى المصري هعد في جسمي لا لازم تختار واحدة سؤال مهين قوي افتراض السؤال ده بعده خبر اعتزال الفنان حمد أصدق إيه يا حمد أصدق إنه مهين لا مهين لراجل ما تغلطنيش في الناس طيب لا ده عادي يعني إحنا بنقول افتراض ما أصدقا عارف بقى عارف السوشيال ميديا فجأة تلاقي راسي رجبة على جسم واحدة منهم بعد الحلقة اسمعي مني لا عادي عادي الجمهور بيحبك ما عادش هيأذيك مش هيأذيك ما عادي معيك ما عادش هيأذيك ممكن مارو عشان جات فترة مناعيمة دي كنت معلمة معايا قوي يا ميس كنت بتحبها؟ اه جدا يبقى حمدي ربنا عجز لسانك يا رب أنا فيا حاجة لله شفتي وإفدي ما تلعجش يبقى حمدي بقى أقمر وأمنا نعيمة ومبروكة عليك لو واحد من التلاتة دول هياخد مطرح أستاذ أشرف عبدالباقي في مصرح مصر تختار مين؟ لا لا فألتيني من الأسئلة دي لا بيقولك لازم تجهون لازم أجاوب يعني اه أستاذ أشرف هو اللي مشي هو اللي مشي وقال مثلا كان عنده أي ظروف مسافر وكده ولا هيرجع لكم تاني حتى لو قلنا لفترة معينة صغنون وهيخلي حد من زميله يكمل مكانه يبقى مين؟ تحس إنه هو شبه كو كريم عبدالعزيز في المود بتاعنا يأكل معنا قوي يبقى مبروك على أستاذ كريم عبدالعزيز مصرح مصر ونسمع ساقفة جموش جرنامك ده هيخسرني كرامتي والأس واصحابي وأساقزيني أبداً ده احنا ده افتراض ده افتراء أيوه طب قولي يا حمدي لو أنت مغني شعبي تكون مين في دول؟ شيبة؟ ولا الليسي؟ ولا بوسي؟ الليسي ليه؟ أنا بحب شيبة واشتغلت معي وبحب بوسي برضو الليسي شعبي صوته قوي جداً ودمه خفيفة بس أنا حسك ليه على بوسي؟ لا أنت طلعتيني مروة طلعيني راجل مرة ده أنت سيد الرجالة والنادي لا الليسي عشان دمه خفيفة قوي بحب أنا أقبوله عالمي يعني بالنسبة لي شيبة مغني طبعاً ويمكن فيكم من بعد في السنان؟ آآ صح؟ تعصت أنك أريم؟ بجد أنا وهو وعليش ثلاثة شبه بعض لا بس الليسي قفل الفتحة خلاص آآ بجد آآ ردمها هادي أفل باب ريز شو؟ طب قول لي يا حمدي لو فيلم من دول كنت أنت هتبقى البطل بتاعه تختار أنهي فيلم منهم آآ دي أسئلة حلوة كده رضا؟ ولا اللي بالي بالك؟ ولا طير انت؟ طير انت اش معنى؟ أنا شفته مثلاً فوق التسعين مرة بالنسبة لي من أحسن أفلام الكوميدي اللي اتعملت في مصر في أواخر 10-15 سنة يعني طحفة طحفة أنا بحبه جد كل عنصر فيه نجح قوي ما شاء الله صح يعني انتجياً إخراجياً تمثيل الكرو كله لا ده فيلم مش طبيعي وطبعاً كده رضا واللي بالي بالك طبعاً أفلام معالمية بس أنا بتكلم في حالة الاختيار لا برضو بقى الأفلام يعني طحفة حلوين طيب لو أنت هتعمل برضو بطولة فيلم بس أجنبي وتكون البطلة قدامك واحدة من دول تختار مين في فيلم تايتانيك لوسي ولا فيفيا عبدو ولا الفنانة أحلام الملكة أختار أحلام الملكة ليه؟ وشان كنا عاملين فيلم عليها وبتاعها وكنا خايفينها تزعل لأنها مبسوطة فلا فاخترا هي ما بتزعل تروحها حالي طيب أقول لي يا حمد لو هتعمل مسرح استعراضي أه تحب مين الفنانة اللي تقول قدامك من دول شريهان ما استنى بس تشوف الاختيارات دنيا سامير غانم أم شرين أم غدا عبد الرازق دنيا ما معنى؟ لأن دنيا ممثلة أصلاً وكمان مغنية ومؤدية كمان لا ودمها خفيف فهو مسرح استعراضي فهتبقى هاي طيب ما شرين بتمثل أه بس دنيا تلعب وعزماك وأنت بتحبها لا شرين أستاذة كبيرة بس أنا يعني دنيا هتلعب في الكوميدي أصلاً مسرح استعراضي طيب وشرين دمها هتقل؟ لا إيه دا انت عايزاني أوصل لإيه في البرنامج دا ولا حاجة افتراض تخيل لا نساً أقول لك ارفي الدنيا علي كمان حلوة فلو هعمل مصرح استعراضي هيبقى حاجة جديدة علي فطبعاً لو هتيجي الفرصة هيبقى مع دنيا يعني دوجي حباً جداً تحية تحية كبيرة لدوجي اللي ما شاء الله ما جلتش معنا ولا مرة في السؤال ده كل الناس بتيجي تختار دوجي ما شاء الله يعني اكتساة طيب قولي يا حمد لو هتختار حد من دول يبطل غنى تختار مين؟ بس ده في الفاني في الهزار قبل ما شوه في الهزار طبعاً نيش رامي سابط ولا عمر مصطفى ولا تامر حسني ولا أمير عيد أمير عيد عشان قفية عندي ليه؟ احنا خدنا فترة طبعاً أمير مش اعيز على زي ما بنعمل استرس في كوميديا على 20 وعلى محمد رمضان وعلى الناس بهزار ما بيننا ده ما عملناهوش أو عملناه في المصرح ممكن مرة بالذات أنا وأنور عبد الرحمن من زمان بنهزر على طريقة الغنى بتاعة أمير عيد يعني بقول لهم سهلة أوي ولا محتاجة صوت حلوة ولا محتاجة كلمات أنا ممكن أغني أمير عيد دلوقتي طب غنلنا بقى الأمير عيد لا أغني أمير عيد عادي طب غنلنا أغنية لشرين بطريقة أمير عيد بس في الماي لا ما هي مش تنفع بأغنية لشرين لسبب هي أغني أمير عيد حلوتها إن مفيش كلمات لا ما أنا هقولك يعني مثلا مشاعر تشاور كده هتبقى حلوة قرب لا يعني أمير عيد كنا بنغني طب وري طب وري صحيت الصبح بدري لقيت شرابي مقطع غسلت وشي ونزل أجري واركبت الأوتوبيس متأخر وروحت في الآخر عادي مفيش أزل طبعا ده بنزار وأكدلك إن ده بنزار هقولك حاجة إن أنا من أسباب إن أنا كملت في الوسط أغاني كايرو كي أمير عيد وأغاني حمزة نمرة والله ما أبقى أهز كان عاملين كم أغنية فيهم تفاقل أوفر في فترة أنا ما كنت الشغال زي إيه؟ زي بكرة الشمس تطلع آه ما طبعا طبيعة تطلع إيه الجديد آه آه أنت بتصخري من أمير عيد لا زي زي صحيت الصبح بدري كنت أنت بتصخر من أمير عيد آه ما أنا كمان أنا كمان لا 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 للله أبقي كمان أنا كما كان كان بأغنية آله نعم طب قل لي يا حمدي لو جيتوا في يوم في مصر حمص وأستاذ أشرف قال الكو أن عددك و لازم يقل وهنستغنى عن وحد عشان المركب تمشي من الثلاثة دول وحمدي ادى لك إنتا الكراق هتختار مين اللي ينزل من الماركر علي ربيع ولا توتا ولا أنور والثلاثة العسل وبالحبهم أختار أنور لسبب ليه؟ أنور أكتر واحد صاحبي من زمان جدا بقى أنا مثلا 16-17 سنة وعبر أحمن برضو وربيع بس أنور هو اللي كنا عايشين مع بعض أكبر فترة وبتاع فأنور دايماً أهزر معاه وأخذ مع سيك تزار أنه هو نحس أنه هو فقري فأنا هعمل كده أنت ماشية عشان أأكد له أقول شفت مشيت أنت اللي نحس كلنا مكملين طب نسمع ساقفة لمحمد أنور اللي همزي طياره لا بس هو أصلاً لو أنا طيارته المشروع هي في الناس مش هتقبله أصلاً مش هتقبل مشروع من غير أنور أو من غير أي حد الناس بيتعيشاهم وأنا بعشاهم وإحنا بنعشاكوا كلكم ربنا يخليك يا شباب آخر سؤال لو افترضنا أن أنت مش مرتبط بإسراء وإن البنات اللي معاني على الشاشة دون مش مرتبطين فلازم تختار واحدة منهم وكل واحدة تختارها تطير واختها فتيجي اختها فتيجي الثانية فتروح الثانية فتيجي بنت عمها فتيجي تختار وتمشي وتيجي وكذا ماشي؟ السؤال ده في خراب يوت لا احنا قلنا افتراد ما بين هيفاء وهبي ومايا دياب تختار مين؟ مايا دياب ليه؟ عشان لوني قل على مايا وطير هيفاء وقلي مايا بحب تقالحها قوي هي مجنونة في تقالحها بس حلو طيب لو مايا دياب وميريام فارس تختار مين؟ ميريام فارس الله ميريام فارس طيارة مايا دياب ليه طيب؟ قبلها معايا اعلامي غناها فيها طاقة حلوة كده بتشدك نهاية قبلها حلوة وأنا وصق انها على المستوى الشخص دمها خفيف ما عرفش ليه يعني قبلها كده مريحة دايما